لما بيحصل لها تمددات بتمتد الحيز العمراني بيسحف فأنا محتاج أتوسع غصب عني بيعملوا إيه؟ هو النقل بيبقى لعدة أسباب أول حاجة لدرء خطر تاني حاجة للإنقاذ تالت حاجة لعرضه وهنضرب أمثلة لعرض بطريقة علمية أفضل الإنقاذ بدأت حملة اليونسكو عندنا سنة 1960 لحد 1980 اللي هي الحملة الكبيرة اللي كانت بعد بناء خزان أسوان 1902 وبعد كده بناء السد العالي كانت هتغرأ أثار النقبة فتم إنقاذ أكتر من 16 معبد من أثار النقبة طبعا أشعروا معبد بيسون بلومعابد فئلة دي اسمها إنقاذ ونقلناها زي ما هي أكتر من 40 دولة النقطة الثانية فيه خطة لعملية النقل للحماية تمثل رمسيس سنة 2018 نقلناها ليه من باب الحديد عشان أحميل من عوامل التعالية والعوامل اللي حواليه ونقلت لمكان أفضل إنها يعرض في مكان أفضل نقل المميوات إحنا كلنا بنتذكر المميوات الملكية اللي هي نقلت إنها أكتر من 22 مميوات ملكية ما هي معروضة كويسة جدا في المتحف المصري ولكن نقلناها ليه لمكان أفضل عشان أعرضها في مكان أفضل بيتضم متاحف هيبقى المميوات ومتحف مرتبط بالمميوات إذن فيه للإنقاذ اللي هي درق الخطر عندنا تجربة لسه السنة اللي فاتت لما نقلنا ضريح قال طبطبا وده أثر إخشيدي هام من أيام محمد بن طغجي الإخشيدي يعود القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ده كان على حفة عين الصيرة وكان المية الكابريتية وصلت فيه لتنين وسبعة من عشرة متر يعني ده كان هيغرق تماما وكان هيتضمر الأثر فتم نقله من الحفة الشرقية لعين الصيرة لبزء المقابل وفي نفس الوقت المكان اللي تنقل فيه قريب من متحف الحضارة وهيشمله هذا فدي اسمها خطة لإنقاذ خلاص لازم هذا الأثر ينقل إذن النقل اللازم تحدده جهات متخصصة من أثريين وفنيين ومهندسين أنا قلت أسباب غير الأسباب دي كلها اللي هي فكرة الامتداد العمراني فكرة إن أنا بقدم مصلحة عامة فأنا شايف النعم اللي هنا كبري ما فيش بديل عنه في هذا المكان علشان أسهل حركة المروض ولكن في حاجة اسمها النسيج العمراني للمكان يعني القاهرة التاريخية سجلت تراث عالمي سنة 79 على أساس إيه؟ على أساس عدة معايير من أهم المعايير اللي هي من أقدم مدن التراث الحضاري المتواصل يعني المستخدم حتى الآن يعني فيه تواصل حضاري لو أنت جيت في النص واقتطعت جزء يبقى أنت اقتطعت التواصل الحضاري النسيج العمراني بالقاهرة إن دي جوة القاهرة التاريخية ودي مقننة حدودها بالقانون قانون 119 لسنة 2008 إذن لما أجي أحطي زي كده لازم أحطي في بالي اليونسكو ممكن اليونسكو في حاجة زي كده تدرجني ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر وده خطر علينا لأن في سنة 2010 تم وضع دير ماري مينا لو في كينج ماريوت على دائرة الأفار المهدد قعد من 13 سنة وصرفت الدولة 50 مليون جنيه عشان تعالج المية الجوفية عشان يشال من دائرة الأفار المعرض للخطر إذن أنا مش بشتغل لوحدي لازم أراعي كل المعيين يعني حضرتك بتقول طيب لو أنا نقلت بعض المقابر من منطقة مثلا زي السيدة عيشة أو كلافو ونقلتها قريب منها هل كده أنا بحافظ على التراث؟ لدرء الخطر يبقى فيه خطورة يعني المية الجوفية وصلت زي ما حصل لا الكبري هنا أنا عندي رأي مهمة جدا إن لو تعارضت أي مشاريع كبرى مهما كانت مع الآثار يبقى الأولوية للآثار فيه اقتراحات يعني من ضمن الاقتراحات واللجنة من ضمن التكلفات بتاعتها لتقييم الوضع يعني تقييم الوضع لو وصلت لدرجة إن اللجنة قالت إن الكبري خطر على المنطقة إن ممكن يستعاد عنه يتم تغيير خط السير ممكن يغير خط السير من أجل الآثار في الحالة دي اللي عالم كله هيحترمنا اليونسكو هتحترمنا إن كنتوا احترمتم منطقة مسجلة تراث عالمي